كان عندنا مواجهة مؤجلة من الدوري المصري الممتاز وجمعت بين الأهلي والجونة في ملعب خالد بشارة في الجونة وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل فريق الأهلي تقدم عن طريق مودست أخيرا أول أهدافه في مسابقة الدوري بقميص الأهلي وتعادل الجونة عن طريق أحد هدافي الدوري اللاعب أحمد بالحاج من ضربة جزاء أول تعصر للأهلي في الدوري هذا الموسم لكن هو مش أول تعصر في الموسم عموما بالنسبة للأهلي لأنه سبق هذا التعصر تعصرات كانت إفريقية أدت إلى توديع بطولة الدوري الإفريقي من الدور نصف النهائي والتعصرات السابقة هي ما يبدو أن هي كانت السبب في تعصر اليوم كانت مجرد تمهيد لتعصر أول هيحصل في مسابقة الدوري كسب الأهلي الماتشات اللي فاتت سواء في البداية بشكل وأداء مقنع أمام المصري وأمام الإسماعيلي لكن بعدها لما كسب المقاولين ومن بعده سيراميكا لم يكن الأداء مقنعا التألفزين على سيراميكا والمقاولين وقبلهم توديع الدوري الإفريقي دون تحقيق أي انتصار في المباريات الأربع اللي لعبها الأهلي كانت بتشير إلى أن التعصر الأول في الدوري سيحدث ممكن تقول أنه الأداء غير مقنع بقالك كده مباراة واستمراره بالشكل ده كان ممكن يودي إلى التعادل زي ما حصل النهاردة لكن كمان ممكن تقول أنه أكيد غير مستويات فردية عند اللاعبين فيها مشاكل فبرضو الروتيشن يبدو زائدا عن الحد بالنسبة للمدير الفني مارسيل كولر اللي قرر النهاردة أنه يعمل تمن تغييرات عن التشكيلة اللي لعبت المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بكل تأكيد الفترة الزمنية اللي ما بين المباراة السابقة بتاعت سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء ومباراة السبت هي عبارة عن يومين خميس وجمعة وبالتالي الروتيشن كان مهما لكن العدد الكبير ده واضح أنه جاب آثار سلبية على أداء الأهلي في لقاء الجونة النهاردة المنافس اللي فرض أداءا رائعا في الشوط الأول تحديدا على الأهلي ورغم كده استقبل هدفا قبل أن ينجح في إدراك التعادل بعدها عن طريق اللاعب أحمد بالحاج أول تعثر للأهلي هذا الموسم دائما ما يأتي أيضا من ضمن تعثرات الأهلي الكابتن علاء عبد العال ليكون سببا في فرض تعادل على الأهلي ودي المباراة التالتة أو المباراة التانية بعد ما كان عمل كده الماتش اللي فات برضو لكن لما كان بيقود الدخلية الموسم اللي فات ومن المفارقات أنه برضو كان مطرود منه لاعب وقتها تعالى نستعرض تشكيلة الفريقين لكن قبل ما نستعرض تشكيلة الفريقين بكل تأكيد فترة التوقف الدولي دي مهمة جدا بالنسبة للأهلي للملمة الأوراق على المستوى الريكافري على مستوى الاستشفاء وفي نفس الوقت على مستوى تحسين بعض الأمور الخاصة بتماسك الفريق وربما إجازة مارسيل كولر قد تكون مهمة الأيام السبعة في سويسرا لتصفية الزهن على أمل اختيارات أفضل للمرحلة المقبلة بكل تأكيد ده ما يطلبه الأهلي لكن تعالى نستعرض تشكيلة الجونة وتشكيلة الأهلي في لقاء الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز يلا بنا الجونة صاحب الأرض بدأ بهديه التشكيلة أحمد مسعود في حراسة المرمة قدامه أحمد عبد الرسول وأحمد حسام على الطرفين أحمد محمود اللي حصل على بطاقة حمراء بواقع انذارين الأول من لمسة يده والتانية من إعاقة ومنع هجمة واعدة كانت لإمام عشور وصبري رحيل اللي عمل مباراة كبيرة قوي النهاردة صنع ضربة الجزاء هو اللي حصل على ضربة الجزاء بعد لمسة يده على محمد هاني ده غير انه أرسل عدة عرضيات وكان عامل جبهة رائعة هو واللعب أيمن سعد الشهير بمكة رجل المباراة باختيارات ربطة الأندية في لقاء النهاردة وعرف يتغلب جامد جدا صبري النهاردة على محمد هاني وعلى طاهر محمد طاهر اللي كان صنع هدف التقدم للأهلي لكن خط الوسط كان محمد الدغيمي وقاليو جاتا وفي المقدمة كان أرنو وأيمن مكة وقدامهم أحمد بالحاج أو جنبهم وفي المقدمة جبريل شكودي اللي أهدر فرصة خطيرة من عرضية صبري رحيل في لقاء النهاردة بالحاج لو تبص على تنفيذ ضربة الجزاء بتاعه يقول لك هو ليه المتخصص في تنفيذ ضربة الجزاء عرف أنه هو بيستنى بيتقى القوي بيستنى لغاية ما الحارس هو اللي بياخد القرار ويبدأ يتحرك يرح هو موديها في زاوية تانية وعشان كده بالحاج هو أحد هدافي الدوري المصري حتى الآن بالتساوي مع الثنائي الآخر في المسابقة مابولولو من الاتحاد السكندري وعلى الجانب الآخر مع أحمد بالحاج ومابولولو هقول لكم دلوقتي حالا من التالت على مستوى الهدفين لكن تعالوا نستعرض على الجانب الآخر تشكيلة النادي الأهلي في لقاء النهاردة يلا بينا محمد الشناوي في حراسة المرمى ياسر إبراهيم ورمي ربيعة في قلب الدفاع محمد هاني ناحية اليمين وخارد عبد الفتاح ناحية الشمال هتكلم عن نقطة خارد عبد الفتاح كمان شوية ألف سلامة طبعا خرج مصابا كريم ندفد بيعود لأول مرة من كتير اللي يشارك مع النادي الأهلي جنبه أحمد نبيل كوكا وأفشة وفي المقدمة كان طاهر محمد طاهر وإحسين الشحات وأنتوني مودست وهي التشكيلة دي جنبي كده تعالوا نتكلم عن كام نقطة مبدئيا التغييرات كتير قوي 8 تغييرات عن الماتش اللي فات 8 تغييرات وده رقم كبير قوي كان مأثر بشكل واضح جدا على التناغم في الأداء ما بين اللاعبين جبهة محمد هاني وطاهر محمد طاهر كان واضح جدا أن ما فيش تفاهم بينهم بتكلم هنا على مستوى الربط رغم أن الماتش اللي فات طبعا كان طاهر بادئ لكن كان أكرم توفيق هو لناحية اليمين النحية الثانية خالد عبد الفتاح قد يكون الفكرة هي إراحة كريم الدبيس باعتبره أن لعب الماتش اللي فات بالنظر لأن علي معلول ما زال مصابا بيتعافى يعني لكن النهاردة ده كان عامل مشكلة على مستوى إرسال الكرات العرضية كان بيعطى الهجمات كتير قوي للأهلي بسبب أن خالد الأيمن بيلعب ناحية الشمال فكان بيحاول أنه طول الوقت يعدل الكرة فافتقد الأهلي برضو قوة هجومية في المنطقة دي الحد ما نزل كريم الدبيس وتحسن الأمر بشكل واضح كريم الدبيس وكريم فؤاد تحديدا كانوا الإضافة الحقيقية للأهلي النهاردة حسنت من شكل الأهلي وزودت فرص الأهلي اللي أهدرت معظمها سواء من خلال أنتوني مودست أو من خلال كرة في العرضة كانت بتاعة كريم فؤاد كرة حلوة أو بفاول تكنيك حلو عمله وإمام عشور بتصويبات كبديل في لقاء النهاردة لكن مودست على الجانب الآخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر